أهلاً وسهلاً بكم أعزاء الطلبة في مبحث الثقافة المالية للصف الثامن وعنوان الدرس الأعمال التطوعية تحدثنا في المرة الماضية عن مفهوم العمل وفرقنا بين الأعمال المأجورة والغير مأجورة وقلنا بأن الأعمال المأجورة هو كل عمل يكون بالمقابل مبلغ من المال أما الأعمال الغير مأجورة هي الأعمال التطوعية يكون مقابلها خدمة المجتمع ورض الله تعالى ولكن أعزاء الطلبة قبل أن نكمل ونفهم الدرس أكثر رح أترككم تشوفوا الفيديو تقريباً مدته دقيقة وبعدها رح نرجع مع بعض ونكمل الدرس بس بتمنى أنها تكون مشاهدة الفيديو دقيقة وبانتباه عالي محلياً أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن فريق عمل محافظة طفيلة مبادرة بعنوان لأجل الأردن نتطوع بمشاركة فرق عمل من محافظات الجنوب وتأتي هذه المبادرة التي شارك فيها ما يزيد على مئة أو مئة متطوع ومتطوعة تفعيلاً لدور الشباب في المجتمع والتي من شأنها غرس مفهوم الولاء والانتماء وبث روح العمل التطوعي لديهم واستثمار طاقاتهم إيجابياً اجتملت المبادرة على تنظيف الأماكن العامة وشوارع المحافظة والعناية بالأشجار وعمل صيانة لمدارس ورسم جداريات في ساحاتها من قبل الشباب المتطوعين كما لاحظنا أعزائي الطلباء من الفيديو تطرخ إلى مفهوم الأعمال التطوعية لمجموعة من الشباب والشباب لتفعيل دور الشباب وغرس مفهوم الولاء والانتماء واستثمار طاقاتهم الإيجابية حيث اجتمل العمل التطوعي مثل ما شفنا على تنظيف الشوارع أماكن العامة العناية بالأشجار صيانة المدارس ورسم جداريات في ساحات من قبل شباب المتطوعين إذن ما مفهوم العمل التطوعي وما هو العمل التطوعي يتوقع منكم أعزائي الطلباء بعد دراسة الدرس أن تتعرفوا على مفهوم الأعمال التطوعية ومجالات العمل التطوعي وأيضا أهمية العمل التطوعي حيا بنا الأعمال التطوعية كل ما يقدمه الفرد من جهد في خدمة المجتمع من غير مقابل مادي الأعمال التطوعية جهد جسدي قد يكون عقلي قد يكون مهرات من أجل الحصول على رضا الله أو خدمة المجتمع ويجب أن تكون الأعمال التطوعية منظمة يعني هي عبارة عن جهد منظم بين مجموعة من الناس تسعى إلى نهضة الأمم وتقدمها فتتميز بأنها ماذا؟ جهد منظم يعني هنا ما بزبط أي عمل تطوعي يقوم في مثلا يقوم في مثلا للأفراد على مستوى المجتمع البيئة المنطقة بالعشوائية إنه بالحرية أنا بعمل هيك أنا بنظم هيك أنا كل واحد بالعشوائي لا هي جهد منظم لازم تكون أهدافها منظمة حتى تأتي بثمار ونجاح طبعا هدف العمل التطوعي أكيد مثل ما حكينا الحصول على نهضة الأمم وتقدمها طبعا بيكون أيضا إنها هي بتحسن المجتمع فكريا وفكريا وعقليا وأيضا مهارات ما نحكي هلا عن مجالات العمل التطوعي أبل ما نحكي عن مجالات العمل التطوعي لاحظنا بجائحة كورونا كان هناك في مبادرات فردية وجمعية على مستوى مثلا الأشخاص والسكان يعني هلا لاحظنا إنه بفترة جائحة الكورونا تم مسامحة الإجارات مثلا على مستوى فردي تم توزيع الخبز مجانا تم توزيع طرود الخير سبقات من منظمات أو أفراد الجيش لما وصل لمناطق محظورة وصار يوزع مجموعة من الطعام على الأشخاص اللي موجودين في المناطق المحظورة هي هاي مجموعة تتضمن من مجالات العمل التطوعي طبعا من المجالات الطبية فيه يعني المجالات الطبية والصحية اللي هي فيه بتمثل أيام الطبية المجانية اللي بتثبتها الحكومة على جميع المؤسسات للحصول على لقب جائزة للتميز للملك عبد الله اللي هي بتتمثل بخدمة المجتمع يعني بتقوم بعمل يوم طبي يعني هاي الشركة أو الشركات والمؤسسات بتقوم بيوم عمل طبي مجاني بتعمل هاي الشركة على دعوة الأطباء الممرضين بتوفر أدوية بشكل مجاني للمناطق المحرومة من الخدمات والمناطق النائية فيه عندنا نوع من الخدمات هي الخدمات الاجتماعية والترفيهية فيه عندنا مبادرة اسمها حقق اللي أنشأها الأمير حسين بن عبد الله الثاني لدعم الشباب فيه مجال عندنا رياضة والشباب مبادرة قصي اللي هي مبادرة لما توفى الشاب قصي أثناء المباراة فالأمير حسين أجبر الإدارة والملاعب على وجود ممرض داخل المباريات حتى اتراعي اللاعبين وسلامتهم وأيضا هلا بتوفر حاليا في المناطق النائية إنشاء ملاعب رياضية كبيرة وذلك لتنمية طاقات اللاعبين والشباب وتفريغ طاقاتهم من المجالات خدمة الفقراء والأيتام وكبار السم مثل طرود الخير وموائد الرحمن وزيارة مأوى العجزة سواء كانت على مستوى المنظمات أو الأفراد أيضا من المجالات العمل التطوعي التعليم وتدريب ونشر الثقافة مثل مبادرة كتب أسرتي اللي هو عبارة عن معرض كتاب أسرتي بتم إنشاءه كل سنة في جميع المحافظات حيث لا يتجاوز سعر الكتاب النصف تنار وأيضا من المجالات العمل التطوعي إغاثة المتضررين من الكوارث واللاجئين الحروب مثال عمنا هون مخيم الزعاطرة والركبان اللي هم إغاثة اللاجئين السوريين وأيضا عمنا من المجالات المحافظة على البيئة في مبادرة جديدة ما بعف إذا سمعتوها هي الثامن اسمها فزعتك هاي المبادرة بدأ للحفاظ على البذور الأصلية الغير مهرمنة يعني هون بزرعوا نباتات تمام وبذور ما بتكون مهرمنة ما بيكون فيها مواد كيموية بروح بعدين بوزعوها على المزارعين اللي في الأغوار والمزارع الصغيرة وآخر مجال من مجالات العمل التطوعي إدراسات العلمية يعني كيفاء مثلا أنا بكفل طالب علام بمول لمركز للأبحاث ومعظم الأبحاث اللي هي العلمية اللي بتقوم عليها الجامعات اللي هي بحث لإمتاج لقاح مرض الكورونا هيك إحنا منكون انتهينا من مجالات العمل التطوعي أهمية العمل التطوعية ثامن أكيد بيعزز عندك شعور بالانتماء بتصير إنك إنت قادر إنك تتحمل المسئولية وتساعد الآخرين وكمان تترسخ عندك الأخلاق الحميدة يعني بدل ما يكون عندك شعور الفشل بيصير عندك شعور العطاء مساعدة الآخرين التكافل بيروح من عندك شعور الأنانية بيصير في شعور النزاهة الصدق في القول والعمل أيضا بتصير تحترم الإنسان وبتصير أنت تخدم الإنسان بدون تميز يعني أنت ما بيصير تميز بين جنس أو عرق أو دين أو لغة يعني مثلا هو بيحكي لغة مختلفة هو من ديانة مختلفة هو من جنس مختلف لا هاي العمل التطوي بيصير عندك نوع من احترام الإنسان أو الاحترام الإنسانية وأيضا علاج السلوكات السلبية يعني خلص بيبطل في عندك إشيء اسمه عدوانية ولا مبلا بيصير عندك نوع من الشعور التكافل نوع من الشعور المساعدة والانتماء بيروح من عندك القلق الخجل بيصير فيه هناك تعزيز لشخصيتك تعلم مهرات حياة مختلفة بيصير عندك مثلا قيادة أنت بتكون هون مسؤول أنت مسؤول عن مجموعة من الأفراد أو متشارك مع مجموعة من الأفراد حول قضية مهمة للعمل التطوعي بيصير فيه نوع من العمل الجماعي والتخطيط بتخطط أفكار مثلا فبيصير هون نوع من تتعلم مهرات بدون ما أنت تدرك إنك تعلمتها بس بعد فترة بتصير إنها موجودة بشخصيتك وخصوصا الأفراد المتطوعين أنا بحكي هذا الشي عن تجربة وواقع كنت أرى يعني مجموعة من الشبان والشبات اللي بيعملوا بعمل التطوعي كيف شخصيتهم اختلفت من الشخصية نوعا ما الشخصية اللي ما بتشارك باتخاذ القرارات الشخصية اللي بتكون نوعا ما خجولة وقلق نوعا ما كيف اختلف شخصية قوية سرمد وانتماء حب المساعدة للآخرين تطوير مسيرة المجتمع أصلا أصلا أهمية العمل التطوعي نهضت المجتمع نهضت البياء نهضت المنطقة التي تسكنها هاي هي أهم العمل التطوعي إنه إحنا مصالحنا الخاصة نحطها على جنب وبدنا إحنا نعمل المصالح العامة لأنه إحنا بالنهاية إحنا ليش نعمل العمل التطوعي كسب الأجر والثواب من الله عز وجل لقاء أداء الأعمال التطوعية وبالنهاية ثامن وختاما لدرسنا اليوم أن مفهوم العمل التطوعي هو ما يقدم الفرد من جهد في خدمة المجتمع من غير مقابل مادي وقد يكون التطوع سواء بالمال بالوقت بالمهارات والعمل التطوعي لا يقتصر على حملات الإغراثة فقط فهو جهد منظم ولكي ينجح العمل التطوعي يجب أن يكون منظم وأيضا هناك مجالات مختلفة للعمل التطوعي كما ذكرناها سابقا الطبية والصحية الاجتماعية الرياضة خدمة الفقراء والأيتام التعليم والتدريب وإغاثة المتدردين من الكوارث والمحافظة على البيئة وأيضا نتذكر أن أهمية العمل التطوعي هو تعزيز شعور الفرد بالامتماء وتحمل المسئولية والمشاركة وترسيخ الأخلاق الحميدة وكسب الأذر والثواب من الله عز وجل دمتم بخير نلقاكم في الحصة المقبلة